طريق القدس يمر من كربلا عبارة أطلقها الخميني قبل أربع وأربعين عاما ليبدأ على أثرها الحرب ضد العراق والتي امتدت لثماني سنوات قبل أن تتوقف بعد تجرع الخميني السم حسب قوله بسبب اضطراره لقبول قرار الأمم المتحدة وموافقته على وقف إطلاق النار في العام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين اليوم يعود مثل خامني في العراق مجتبى حسيني ليردد نفس العبارة بالقول إن الطريق إلى القدس يمر عبر كربلا مضيفا أن الخميني رأى في العام الف وتسعمائة وثمانين ضرورة التخلص من نظام الحكم السابق في العراق أولا قبل التوجه نحو محاربة إسرائيل مناورة اجتهد نظام ولاية الفقه في طهران في ثمانينات القرن الماضي ولم يجد حرجا آنذاك من التعاون مع تل أبيب عبر مقايضة النفط الإيراني بالسلاح الإسرائيلي والأمريكي لقصف المدن العراقية بحسب صحيفة جيرلزم الإسرائيلية فالمهمة كانت تعبيد الطريق نحو فلسطين والتي لم تنل قضيتها عند إيران وذرعها في المنطقة طوال أربعة عقود مضت سوى الشعارات والهتافات فيما أعلن الطهران صراحة رفضها التصعيد والتساع مساحة الحرب ردا على موقفها بشأن عدم دعمها عسكريا معركة طوفان الأقصى الجارية في غزة بل احتفظت إيران بحق الرد دون رد على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفتها ضمن صراع النفوذ بينهما فيما كان العراق خيارا مفضلا عند الرئيس الإيراني الجديد مسعود بازشكيان ليكون ساحة للانتقام من تل أبيب وفق صحيفة التليغراف البريطانية القدس عند إيران ليست أكثر من ورقة ابتزاز ومساومة تبتز بها العالم من خلال مفاوضاتها مع الغرب بشأن العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والأنشطة المزعزة للاستقرار في المنطقة وهو ما اعترف به وزير الخارجي الإيراني السابق محمد جوالظريف والذي أكد أن بلاده غير ملزمة دستوريا بالدخول في حرب دفاع عن فلسطين مستشهدا ومثنيا بحديث وزير الخارجي الأمريكي بلينكين والذي بر إيران وحزب الله من نعم المقاومة الفلسطينية إيران التي تعلن احتلالها أربعة عواصم عربية غربا وجنوبا إلا أن بوصلتها عاجزة حتى اليوم عن إيجاد أثر لوجهتها إلى القدس